موسيقى بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين نكمل مع بعض دراستنا في رسالة روميا كنا المرة اللي فاتت خدنا الإصحاح الأول وخدنا لغاية نصه لغاية عدد سبعتاشر ونراجع بسرعة بس جاست الإصحاح الأول كان فيه إيه إيه الحاجات الرئيسية اللي كانت في الإصحاح الأول حاجة الرئيسية اللي في الإصحاح الأول كان بيشرح قد إيه العالم فسد كله فكان لازم المسيح يجي دي خدت إصحاح واحد واثنين وثلاثة إصحاح واحد شرح فيه الأمم حالتهم كانت فسد خالص فكان لازم ما ينفعش يتصلح بس وخالص فبيشرح قد إيه في الإصحاح الأول الأمم اللي هم مش يهود كانوا فسدين يعني كل الأمم حالتهم إزاي كانت فسد إصحاح الثاني اليهود بقى لما يسمع يقول لك إيه؟ طب الحمد لله بقول له سهو تكلم على أنهم وحشين ومليانين نجاسة ومليانين فيلوم وأنتم كمان يا يهود في الإصحاح الثاني ربنا اختاركم بس أنتم محافظتوش على نفسكم ولخبطوا الدنيا خالص وعبدتو أليهاتهم ومشيتوا في الحاجات الوحشة زيهم في الإصحاح الثالث يقول له طب يقول لهم إيه الحال الجميع زاغوا فسدوا في الإصحاح الأول بيقول الأمم فسدت الإصحاح الثاني بيقول اليهود كمان فسدوا الإصحاح الثالث بقى بيقول إيه كان العالم كله محتاج لمجيء المسيح فإحنا في الإصحاح الأول بركز فيه في جزئين رئيسيين على موضوع الأمم اللي فسدوا دول في الجزء الأول بيقول له بيكرز بالمسيح بيقول لهم إن أنا رسول المسيح وأنا جيت أكرز لكم بالرب يسوع المسيح الجزء الثاني بيشجعهم في الإصحاح ده وكل ده خدنا الأسبوع اللي فات ممكن نرجع له على اليوتيوب أو على الصفحة بتاعة الكنيسة بيشجع المؤمنين في روميا بيقول لهم إيمانك جميل وبينادى بي وأنا عايز أجلكم آخر جزء بيقول لهم أنا مش تاقل إن أنا إيه مش تاقل إن أنا أجلكم لكن منعت وظروف ما سمحتش إن أنا أجلكم خالص هيبتدي بقى يتكلم من الأعداد الجاية على قد إيه بقى الأمم دولة حالتهم لأخبطة خالص تعالوا نشوف بقى الجزء التالت اللي هو إزاي الأمم عاشوا يقول إيه هنا هوت الجزء ده بقى فيه لما تيك تكلم واحد واحد ثاني ما عرفش ربنا أو بيعبد أي ديانة تانية يقول لك طب هو إيه اللي احتياج للمسيح يعني ده في الفلسفة اللي يقول لك إيه طب أنا ليه محتاج للمسيح إلهك هيضف لي إيه عندي طب ما إحنا كويسين فدي بقى بيصور لك الكاميرا الإلهية وهي متسلطة على البشر كلهم وبيقول لك قد إيه الدنيا ملخبط أول حاجة يقول بولوس الرسول لأن غضب الله عايز أحط حاجة تحت غضب الله دي معلن يعني إيه معلن يعني ريفيلد ظهر هو فيه غضب ما يكونش ظهر آه لما تشوف واحد ممكن تحس إن هو غضبان لأنك شايفه بس لسه ما أعلنش الغضب إلا ما يبتدي يظهر فهنا بيقول لهم الله يغضب عشان كده نقطة مهمة قوي هنا بنتساءل فيها هو هل ربنا بيغضب طبعا طبعا بيغضب يعني هسأل سؤال هو ربنا دلوقتي غضبان على ما يحصل في في القد في غزة والأطفال اللي بتموت شور غضبان طب يا رب ما تدخل الدخل يقول لك عايز حكتين كنيسة بتاعتي تسلي تخلي إداية تدخل والحاجة التانية أنا بدي فرصة للحرية لكل الأطراف حتى الشرير ربنا بيدي له فرصته كاملة لأن ما لفيش معنى أن في حاجة اسمها حرية أن ربنا يدي الحرية للمؤمنين والشرير ما ياخدش الحرية يعني الشرير عنده حرية يأذيك لو ما دي يده يأذيك ممكن ربنا ممكن ودي نسبة بسيطة بقى أن تحصل معجزة فأيده تتشل وتقف بس مش هتحصل في التسعة والتسعين في المية كده مبدأ تكافؤ الفرص ربنا بيدي الفرصة للشر ويدي الفرصة للخير لكن خلي بالك أن ربنا ماسك الزمام يعني الدنيا ما فلاتتش من إيده نعم أحيانا يظهر لك في السورة أن ربنا مش موجود لأ متخافش حبيبي نسميه في الكنيسة الضابط الكل يعني يعني كله بيتحرك في إطار هو ماسكه عشان كده في فرق بين كلمتين مهمين قوي أنا عارف من دماغه بتتساءل كتير في الحكاية دي إيه الفرق بين إرادة الله وسماح الله يعني إيه يعني سؤال اللي بيحصل ده بإرادة ربنا لا الله لا يريد إيه للخير والسلام والحب طب ده بسماح من ربنا آه يعني إذن سماح الله ممكن يسمح للشر يدخل لحدود معينة بالحرية لكن مش هي دي إرادته عشان خلي بالك الواحد يقولك يا أصل هي إرادة ربنا كده لا لو سلمنا إن إرادة ربنا كده يبقى الشر أكتر أو إن ربنا بيريد الشر والله لا يريد الشر طب ربنا بيغضب أيوة بيغضب بس الغضب بقى بيتصاعد يتصاعد 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 لغاية لما ييجي أكشن ربنا يعمله بس ربنا مش بيغضب بالغضب بتاعنا يعني صورتنا احنا للغضب إيه أمة تغضب من عيالها فإيه فتروح متنرفزة أي ما عليهم ربنا مش كده أو واحد بيغضب فيقوم يخرج برا وعي ويعمل حاجات يكسر الدنيا أو يزعق أو يشتم طبعا ربنا ما عندوش ده ربنا عندو مشاعر آه بس إحنا مشاعرنا شريرة بتقع في الشر لكن ربنا يقدر يزبط في كل حاجة فهنا بيقول غضب الله معلن من السماء يعني إيه يعني في حاجة اسمها سماء وفي حاجة اسمها أرض عشان في ديانة اسمها الديازم دي اي اس اي ام ديازم ديانة الديازم دي بتقول إن ربنا خلق العالم وسابوا بقى خلص زبطوا زي الماكنة كده ستاب وساب لكن مفيش تدخل ما بين ربنا وبين العالم الكلام ده مش في كتاب المقدس خالص فهنا بيقول غضب الله معلن من السماء على كل على جميع فجور الناس واسمهم يعني إيه يعني إيه كلمة جميع كل يبقى كل حاجة شريرة الله يعلن غضبه عليها إيه الفرق بين الفجر والاسم إيه الفرق بين الفجر والاسم حد يقدر يقول لي الفجر ده اللي هو إيه نعم ده يعني الناس اللي زادت قوي بتقال دايما في الحاجات الإباحية والاسم الخطايا على جميع الإباحية بتاعت الناس والاسم يعني إذن يا جماعة الحاجات اللي بتظهر إباحية والكلام ده كله وبيعملوها وبيطلعوا لسنهم ليها هل دي ربنا راضي عليها لا الله يعلن غضبه علي يعني مش عايزة الناس بقى اللي بتعمل كده يحجزون الحق بالاسم يعني إيه يحجزون الحق بالاسم عارف يعني إيه يعني عارف لما يكون في نور وإنت تقفل السطارة فنور ربنا ظهر بيقول الصح إيه والغلط إيه لكن اللي عايز يحط السطارة ويقفل مش هيدخل الشمس زي ما أنت بتشوف النهارده مستعجب جدا قدام كل القوى العالمية إن الغلط باين وتلاقي الأمور مقلوبة ما وزنها أنا زعلان اللي بيحصل طب والدول مش بناء مين دول كمان لا هو أفعل هو شايف اللي عايز يشوفه وشايف اللي قلبه واللي مخه واللي الفلوس والسياسة مدفوعة عشان يمشي فيه عشان كده كتير قوي لما بعض أسمع دلوقت يكتشف يا ربي هو الدنيا نفاق إلى هذا الحاد يبقى الشر باين وإنتوا بتحجزوا الحق بالاسم فممكن ما يظهرش حق ربنا لأن الشر مغطي قوي مش كده هدي كلكم مثال أحيانا صدقوني الواحد يخش مكان تحس إن أنا مخنوق في المكان كيف في المكان ده مش كويس؟ حس أنت مخنوق فيه مخنوق مش حاجة سليمة الشباب يلاحظوا كده يقولك أحيانا حتى من شباب كان يقول لي يا ابونا دخلت في مكان وحسيت إن أنا روحي مقبوضة في المكان ما استحملت شاعد حسيت كده إن في حاجة مش كويسة في المكان ده الله إيه اللي بيحصل؟ الاسم جامد قوي فبيداري الحق بس الحق جواك فبيلقط ينور جواك عارف لما يكون معاك ديتكتور كده من في حاجة فيها مشكلة؟ أهو بيبان فينا مين الديتكتور اللي جوانا؟ الروح القدس إنما اللي بقييد عن المسيح مفهوش الكلام طيب غضب الله ليه معلن عن الناس؟ طيب الناس ما تعرفش حاجة يقول إز معرفة الله ظاهرة فيهم؟ يعني إيه؟ يعني عشان كده الكتاب يقولك يقول الجاهل في قلبه ليس إله اللي بيسموا نفسهم علماء دول تقوله طيب هو كل ده تكون منين؟ يقولك شوية حاجات بالطبيعة والوقت الطويل والزمن والبتاع عوامل التعريح عملت كده أقوله يعني أنا لو جبت عجل عربية وجبت كراسي وجبت حاجة كده بتاعت عربية مارسيدس وسبتها مليون سنة هلقيها تعمل لي عربية مارسيدس على أحدث موديل وحدها؟ الإيمان بتاع العلماء بقى والكلام اللي بيقوله يقولك آه ممكن يحصل؟ طب يعني أنا لو كسرت الكمبيوتر بتاعي وسبته ممكن يطلع لي حاجة على فرجن أحدث قوي قوي لما حطه في الباكيارد بتاعي مع المطرة والتراب يعمل لي كده؟ هذا هو حق الله المحجوز بالاسم يعني دايما الشرير مش عايز يشوف الحقيقة إذ معرفة الله ظاهرة فيهم ليه؟ لأن الله إيه؟ أظهرها له يبقى ما تزعلش كتير قوي يقولولك إيه؟ طب والناس اللي مش مؤمنة ما هي ما تعرفش ربنا؟ هنا بولوس الرسول يقولك لا معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم الله بيظهر نفسه للكل يا جماعة الله بيوري نفسه للكل هيشرح بولوس الرسول لأن منذ خلق العالم لما ربنا خلق العالم وده تأكيد أن الله هو الخالق ترى أموره غير المنظورة يعني ربنا عنده حاجات مش متشافة يعني قدرته وحكمته وعظمته أنا مش شايفها وقدرته السرمدية عارفين يعني إيه سرمدية؟ كلمة أزلي يعني من قبل البداية وأبدي يعني ملوش نهاية لما تحط أزلي أبدي يعني ملوش بداية ولا نهاية اسمها السرمدية فبيقول هنا إيه لأن الله منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولهوته مدركة بالمصنوعات بالمصنوعات يعني يعني الخليقة اللي صناها بتقول أن في مهندس عظيم وراك كلام ده حتى أنهم بلا إيه بالعزر يعني إيه اللي يقولك ما فيش إله لا ده أنت بالعزر طب بص على الشمس طب بص على النبتة الصغيرة اللي بتطلعها طب بص على حركة الكرة الأرضية طب بص على جسمك واللي فيه طب بص على حركة الدم طب بص على المخ طب بص على القلب طب بص على الحشرات طب بص كل حاجة في الخليقة تقولك هناك إله عظيم هناك مهندس عظيم صنع هذا الكون فبولوس الرسول بيقول الناس اللي بتنكر وجود ربنا ملهمش حق لأن ربنا أظهر إيه قدرته وأموره غير المنظورة في إيه في مصنوعاته حتى أنهم بلا عزر طيب لأنهم لما عرفوا الله يعني ربنا عرفهم إن في إله لم يمجدوه أو يشكروا يعني إيه عرفوا إن في إله طب كان المفروض إيه يمجدوا هذا الإله ويشكروا هذا الإله على الخليق كإله بل حمقوا في قلوب أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي يعني إيه يعني الفكر أحمق والقلب ما له غبي مظلق يعني إيه ده يورينا هنا إن الإنسان عنده القدرة على المخ والقلب يفهم ويحس طب هم ما عملوش كده ليه لأنهم أفلوا ده وأفلوا ده إذ لما قلبهم الغبي وحمقوا في أفكارهم ولا عرفوا ربنا لمجدوا ولا شكروا أم العمل وإيه وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا إيه جهلاء تلا يقول لك العالم الفلان الفلان العظيم قال كده عشان كده ناود النبي في العهد القديم قال لك يقول الجاهل في قلبه ليس إله يعني أنت حكيم حكيم ده أنت جاهل يا شيخ يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء في النظر ربنا جهلاء عارف اللي هو إيه أمبر وفقيل قالها كلمة حلوة قوي في الحتة دي بيقول إيه بيقول لك لو أنت قاعد ابنك بيعمل حاجة بيلعب بالميكان وفتقول له يا سلام أنت مهندس عظيم فالوقت مفكر أنه هو بقى مهندس عظيم صنع كل حاجة أنت بتقول له كده لأنك بتشجعه لكن في الحقيقة هو لسه يعني بيتعلم البشر بقى الله بيديهم فرصة بعقلهم أن يبتكروا ويبدعوا لأ أنت عارفين أن كمية العقل المستخدمة في كل التكنولوجيا الموجودة دلوقتي يدي قدرات العقلية بيقول لك لا تتعدى واحد في المية من اللي ربنا خلقه يعني في تسعة وتسعين في المية متشليك الواحد في المية ده بقى الناس لما أفكرها اشتغل بقى وبترد تصنع قالت لك ايه ده مفيش ربنا خالص هو عشان ربنا اديك فرصة ويشغل دماغك شوية تقول كده ايه حمقوا في قلوبهم وفكروا أنهم حكام اصاروا طيب عملوا ايه بقى ابدالوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات يعني ايه بقى ابدالوا صورة الله بصورة انسان وطيور ودواب وزحفات مين شاطر يقول لي بقى ايه دي دي عبادة ايه عبادة الاصناق ابدالوا مجد الله بدل ما يمجدوا الله ويشكروا على على صناعته دي كلها قالوا لا احنا نعمل صورة انسان هو ده ربنا او 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 يعبدوا طيور او يعبدوا دواب او زحفات انا حبيت اجيب لكم على اليوتيوب اجيبها لكم الاسبوع الجاي بس ما حدش يتقرف يعني في الهند بيعبدوا فران فعملين انا ممكن اجيبها لكم دلوقتي على اليوتيوب اجيبها لكم دلوقتي عاملين اه عاملين معبد فيه الفران وبيعبدوا الفران دي تفرجوا ده مش ده ده عبادة عبادة يعني هفرقوا عليها دلوقتي انا هنقلها لكم ثانية واحدة بيغسلوا وشوهم في الراوس رجعت الى قرية ديشنو وهذا المعبد يعبدون فيه الفران خلينا نروح ونشوف شلون تم عبادة الفران ونفهم طريقة تفكير هالناس المعبد هذا في ولاية راجستان ده معبد الفران ومثل ما تشوفون هذا هو الزيت تقليدي للنسوان هذه هي ملابسهم التقليدية في الولاية هذه دولوا عفين بالدور عشان يخش فالطبور هذا كله عشان يروحون داخل المعبد الرئيسي اللي فيه تمثال الهة الفر كرني ما يتسوه نيين قم كابا بولتين قابا بساموها قابا قالوا دول اقصال الاخت الالهة الصغير كلهم هنين جايين عشان يعبدون الالهة كرني ماتا باختصار كرني ماتا الفران يصيرون عيال اخت كرني ماتا فهم الحين جايين بزورون قابا بني خط اللغة بيشربوا بيقول ان الفران لما الفران دي الالهة دي لما بتموت بيصبحوا بشر مثلنا يعني عندهم فكرة الكرمة ان الالهة دي بتبقى بشر مثلنا الفران دي شوفوا انه قاعد يشرب من قاعد يشرب الحليب ما لهم عادي المنتوسخين لهاك شوفوا هاي هو الحليب يقول دي حاجة بيمرد بسه قد فيقول انه لو شرب الحليب هاي ما بتجي امراض ابدا نهائيا يعني طول حياته شوف حتى ياكل الاشياء اللي عندهم الشيء الغريب في معبد الفران انه بحاطين الشبابيك هذي تدرون ايش سببها عشان الطيور المفترسة خطين شبك عشان الطيور ما تكونش الفرن طب الفرندي عليها المفروض يعني ما يكلون ربهم عشان تشي يحمونهم بالشباك هذي اللي فوق بيقول ان العلماء جموا فحصوهم وقالوا لا دي مش فرن هذا يعني ان دول حاجة مختلفة خالص عن الفرن بيقول لما يموت فار في البيت رحته بتنتشر في البيت كله ده صحيح هنا بيبوت عشر فرن كل يوم لكن مش بنشم اي ريحة كريه هذا يعني انهم ليسوا فرن والله بعد انت عرس يتباركين هاي ملابس الزواج ما لهم فالاخ جاي هنا يعرس في العريس ده عريس رايح العرس بتاعه فراح ياخد بركتهم قبل مايروح الفرح بتاعه معبد الفيران بس بشارفك حلوات لولا لا لا والله الحين راح نشوف طريقة العبادة هنا فخلنا نشوف اول شي دق الجرس ان هو بيسجد ويجيب هاي اللي اتخليه ها ايه ونضيفها هنا وذا عندك هكذا الذب الهنا كل وهت شي حصل الثواق هم بياخدوا من الروس بتاعهم ويعملوا بيه زي حاجة كده هو بيدهن بيها روسه ها ادري يا رب ورب لناس وايد بس هو ما يدري والله الفار للأسف ميت وقاعد يلتقط أنفاسا الأخيرة والأخ كان يحاول أنه يومه مرة ثانية بس الفار في لحظات الأخيرة قاعد يعاني وهذه تعتبر غفل والأخ يقول أنهما قاعدين يأكلون الآلهة بطبق فضة هذه هي القرابين اللي قدمونها للآلهة هو الكمية كبيرة فرح ياخد جزء ويخش وكله للشخص اللي قدم القرابين كعبادة لي بيقدموله زي للإله يعني قرابين لي الناس هذيلة إذا يبون يسوون صلوات خاصة يعني خاصة فيه ووحك الجماعة كاملة فيجون العموم هناك العوام هناك وهذيلة يشترون شيء يعني ويدفعون مبلغ عشان يسوون لهم صلوات خاصة فيدشون على الطرف يعني لهم مدخل خاص فيهم نفس المكان اللي أنا فيه فالحين رح يبدأون يسوون لهم صلوات خاصة خلينا نشوف بعد ما الواحد ضدوا بالدعاء الخاص فيأكلون الآلهة الأكل اللي عندهم في إناء الفطة وبعدين يحربون هالنار والنار يتبقون فيه المجموعة اللي تكون جنب الآلهة فيه لون للآلهة وياخد اللون من عند الآلهة ويحط على جبهتها تشوفون جبهتها صارت برتقالية واللون يحطه في علبة صغيرة تشي أنا عايزة أوريلك اللحظة اللي بيزجدوا فيها بينمو على وشوشهم على الأرض طلعت قلوبكم طاهرة قدهم لو شافوا الفار الأبيض نظر وقت بس فتتحقت أعنيهم كلهم جنب المعبد هني مروغ هذه الأغاني والهمز والألحان اللي بيقولوها لهم الأغاني والطبل هالي يغنيتين أنهم تزوج وشي بس فيه جزء تاني في حتة تانية كان بينام على بطنه على الأرض وبيزجد له وبيقدم له الأكل وبيقول صلواته وطلباته لي طبعا شوفوا قد إيه البشر لما بيبعدوا عن الله أبدال ومجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات أهو الفارد آخر من ضمن الزحفات طيب هل هم بس البشر ما عرفوش ربنا ده جزء بقى المهم التاني ما عرفوش ربنا فعبدوا الإنسان وعبدوا الطيور والحيوانات والكلام ده بدل ربنا لا الشيطان بيوقع البشر في حكتين عبادة إله غير الله والنجاسة لأنه عارف إن الاثنين دول يضيعوا الدنيا فاستباحة الزنا والنجاسة بقى تعالوا شوفوا يدخل بولوس فيها ودي قصة الهيموسيكشولز ده اللي أنا عايز أأكد لكم عليها من عدد 24 لعدد 32 ده اللي بيأكد بولوس الرسول في القرن الأول إن الحكاة دي كلها غلط لذلك يعني بيقول بقى لما ربنا وسابنا أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة يعني إيه يعني دايما الشيطان ما يكتفيش بحاجة يوقع في حاجة تانية أكتر يعني أسلمهم الله يعني ربنا هو اللي وداهم بنفسه لأ كلمة أسلمهم الله يعني سابهم سابهم هم عايزين يمشوا عارف لما تكون ماسك واحد وعايز يضرب واحد وإنت ماسكه عمال تشده وقول لك اوا 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 وتتعب خالص وقالله خلاص بقى روح يعمل اللي أنت عايزه فيروح فهنا أسلمهم الله يعني لما هم رفضوا ربنا خالص ومش عايزينه وقفلوا ذهنهم وقفلوا قلبهم ولا عايزين ربنا ولا شكروا ولا مجدوا عملوا كده أسلمهم الله في شهوات قلوبهم يعني سابهم للشهوة بتاعتهم بدل ما ربنا يحميهم عن عن الغلط ربنا قالهم خلاص طب انتوا بقى ماشيين في الغلط ده ومش عايزيني خالص خلاص أصحب نعمتي عنكم فتروح لإهانة أجساد بين زواتهم إهانة الجسد لأن النجاسة بتهين جسد الإنسان إهانة أجسادهم بين زواتهم يعني إيه يعني منهم في بعض هانوا أجسادهم إزاي بقى هيحكي عليها الذين استبدالوا حق الله بالكذب يعني بدل ما يقولوا حق ربنا قالوا كذب هو دي إيه دي يهموا سكشوات بيقولوا كده ياسي بيقولوا حق الله إن ربنا خلق ذكرا وأنسة هم لا بيقولك أنت اللي بتقرر جنسك حق الله إن الخطيئة دي وحشة والخطيئة دي مرض نفسي يصيبوا بيه ربنا ما عملش كده يقولك لا ربنا هو اللي خلقنا يتوبوا ويصلحوا نفسهم وعلى كل العلم والدارسي علم النفس أثبتوا إلى الآن إن مفيش حد بيتولد عنده المشكلة دي إلا حاجات يعني يقولك من مية في المية يعني طلعش خالص الأرقام دي إنما إيه أغلب الهيمو سكشوات هي مشاكل نفسية بس نشأت من فقدان النموذج الحلو اللي بيشوفه يعني البنت لو فقدت النموذج بتاع أمها كانت أمها شخصية مش كويسة خالص ومارتبطتش بيها وكرهتها بتكره فيها الأنوسة كلها فبتحاول تتشبه بإيه؟ بالرجال جنس التاني وقالوا الولاد اللي الأب سقط من نظرهم وأب ميش موجود أو أب مهملهم صورة الأبوة الجميلة بتقع منهم وصورة الزكورة بتقع منهم فبيبقش عايزين يطلعوا زي الجنس ده فبيبقى عايز إيه؟ يمين للجنس التاني ده بيحصل في الصغر انتوا عارفين الكلام ده بيحصل في السنين الصغيرة أول لما يبتدي يكبر ويوصل لمرحلة المراهقة في الطبيعي إن الإنسان بيعمل سويتش في المرحلة دي اللي حاسس إنه راجل بيبتدي ينجزب ناحية البنت واللي طلع في بنته وحس بإحساس إنه سيتها تبتدي تنجزب للولد وده الطبيعي اللي ربنا حطه في الإنسان لكن المشاكل بقى النفسية في دولة إن الولد بيلزق قوي في الجنس بتاع الستات لأنه كاره الزكورة فبيطلع كأنه واحد من الستات دي فلما يبتدي يكبر ويوصل لمرحلة المراهقة بيبص الجنس الولاد مش الستات لأنه دول الجنس اللي ناشع فيهم بيروح في الناحية التانية والبنات اللي هي حاسة إنها زكر تبتدي بدل ما تتجه لزكر تتجه للأنسة التانية فهنا استبدلوا حق الله بالكذب يعني قالوا بدل ما يقولوا الحقيقة قالوا الكذب وصدقوا الكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك يعني ربنا يعني مبارك إلى الأبد أمين لذلك أسلمهم الله إلى أهوان أهواء الهوان يعني إيه؟ يعني ربنا سابهم خالص هم عايزين يقعوا خالص خالص في الشر والنجاسة فربنا سابهم خالص أهواء الهوان يعني فضلوا ينزلوا إلى إيه؟ إلى تحت قوي لأن أناسهم لغاية كده لما تيجي تحكي واحد يقول لا ما هي مش بعينة قوي بص ما تكلمش قوي على الحكاية دي أهو هنا لأن أناسهم أناس مين؟ الأناس اللي من الناس دي فاهمين؟ يعني هو بيتكلم على مجموعة الناس فاقول لا يلنا أناسهم الناس اللي منهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الإيه؟ الطبيعي هنا نقف فكرة إيه؟ الطبيعي إن تكون الأنسة معها ذكر لكن الأجينست إنها على خلاف الطبيعي تروح لأنسة تانية زيها طب هتكمل يا بولوس هتوضحها آه وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنسة الطبيعي اللي هو المفروض يشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض أهو يعني الذكور للذكور فاعلين الفحشاء ذكور بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق يعني إيه؟ فاعلين الفحشاء إيه؟ ذكور بذكور كان نتكلم على الإنس برضو نائلين في أنفسهم يعني إيه؟ يعني ربنا بقى سابهم يحصدوا الشر اللي هم ماشيين فيه جزاء ضلالهم المحق يعني إيه ضلالهم المحق؟ يعني هم يستهلوا لأن هم مشوا في السكة دي فربنا سابهم يحصدوا وأحد المفسرين قال نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق اللي هو الإيدز اللي جيه بقى نتيجة للشر ده فدخل الإيدز للعالم بالنتيجة للهيموسكشواليتي دي وبيقولوا كمان إن نفسيا طبعا إحنا عملنا كرسي كبير قعدنا فيه ممكن بتاع عشر محاضرات أو اتناشر محاضرة شرحنا فيها الهيموسكشواليتي بالكامل من أحد الحاجات إن نهاية حياتهم بنتحروا كله ده إذا ما انتحروش في النص يعني ليه؟ الهيموسكشواليتي فيها نوعين فيها نوع واقع فيها غزمن عنه اتضحك عليه وهو عايز يخرج بس زهقان منها ومش عايزها وعايز يخرج ده كويس قوي ده مجرد ما يتقعد معايا وحد ياخده على السكة المظبوط هيمشي كويس في بقى ده العكس اللي هو عجبها القصة وبينادي بيها وبيعنت بيها هيتكلم عليها بولوس الرسول في الآخر في آخر الإصحاح ده بعد كام عدد دلوقتي اللي هو يقولك بدل ما يتوبوا هيتمادوا أكتر وهياخدوا معهم ناس أكتر يمشوا في السكة ده دول اللي هم صعب إنهم يخفوا قالوا إحصائية فضيعة بيقولوا إن البنات مع بعض بيبقوا أكتر دلد كاتر علم النفسي قالوا البنات اللي مع بعض في القصة دي بيبقوا أكتر حباً لبعض وأكتر انجزاباً لبعض ما بيغيروش بعض يعني كتير النسبة بتاعتهم تقريباً عشرين في المية اللي بيغيروه وتمانين في المية بيبقوا سابتين باعتبار أن البنت يعني نفسياً بتبقى يعني استيديو سابتة كده واللي بتحبه بتحبه يعني بجد الولاد بقى عكس كده الولاد تقريباً النسبة العكس بقى ليه لأنه بيدور على واحد تاني مكان ده وبيبيع بسهولة قوي فالشخص يحس أنه اتباع بسهولة وأنه ما بقاش لي لازمة في الحياة محدش بيحبه لأنه لم يعد جزاب علشان كده مجرد ما بيوصلوا لسن الخمسين وكده بيبتدوا بقى يحسوا أنه ما فيش حد عايزهم خالص وأنهما منبوزين وأنهما وحدهم لأنه سابوهم كتير وما حدش بيسأل في فبي ايه بنتحروا في الآخر لأنه وصل لمرحلة هو حاس أنه ما بقاش إنسان وفي الآخر بقى بيبتدوا يحسد حياته كلها بقى كان شكلها عاملة ايه فبيوصل لمرحلة في الآخر إذا ما كانش حد جنبه يقدر ياخد بيده ويحاول يفقوقه شوية بينتحروا عشان كده أغلبهم كتير قوي بيبقوا في الحتة دي نائلين في أنفسهم جزا وكذلك الزكور تاركين استعمال الأنثة يقصد طبيعي أظن ما فيش أوضح من كده يعني واحد يقول لك لا ما كانش يقصد لا ده بولس في القرن الأول كان فيه ده وقال لك اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض يعني كانوا اشتعلوا كلمة اشتعلوا بالشهوة يعني الشهوة فيهم ولعت خالص وصلتهم أن فعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم يعني بقى مش عايزين ربنا خالص أسلمهم الله إلى إيه؟ ذهن مرفوض لإيه؟ ليفعلوا إيه؟ ما لا يليق بقوا يتفننوا بقى في الشر دوت ويفعلوا ما لا يليق وصلوا المرحلة دلوقتي يطلبوا الجواز وبعدين يطلبوا كمان الحقوق بتاعتهم وبعدين دلوقتي يطلبوا الجندر بيتغير وكل طفل يقول لك أنت من وين تصغير أنت اللي أنت عايزوا تكونوا طب بالعكس ده زمان كنت تتلاقي الوقت يحب يلعب شوية بلعب البنات وبعد كده بيتغير سن يكبر شوية بيبتدي يلعب بلعب الولاد وبعد كده يبتدي إلا يا بنات أصحاب ويروح معهم سن ده بريء خالص ما يعرفش يعني إيه زكورة وأنوسة من هو صغير كده طب الطفل ده من هو صغير لو في حاجة عجبا يقول لك أنا عايزة بقى زي ده حكمت عليه أن أنت تتغير الجندر بتاعه وأن المدرسة تقف ضد البيت في الموضوع التغيير دوت بقى دلوقتي المدرسة لها الحق تقف حتى لو البيت قال لا الولد بيسمع كلامه طب شمانة بتسمعوا كلام الولد في كل حاجة لما يوصل للسن القانوني واحد وعشرين سنة شمانة في دي بتسمعوه هو لسه عائل صغير القوانين بتتلوي على حسب اللي عايز يعملوا إيه النهاردة النهاردة جوه الكتب بتاعت الولاد بيوريهم ده بيوريهم إزاي يعمل الخطيئة دي وتبقى شكلها إيه ويعمل إيه والأسرة تبقى إيه قالوا فيش حاجة اسمها أسرة حاطلك أسرة فلان وفلان أو فلانة وفلانة أو فلان وفلان حاطوهم بقى كذا حاجة يعني فالولد بقى طالع شايف ده إنه هو الطبيعي فبعد شوية الشيطان عايز يحول الغلط إن ده النورمال والصح بقى هو الإيه واللي مش مزبوط تعالوا النهاردة أنت تقدر تتكلم في الكلام ده مع الولاد يقول لك أنت متخلف يا بابا وجيت يقول له مثلا ده مش مزبوط يقول لك لا يا بابا أنت ومش كويس لا 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 ما يصحش تقول كده يا بابا لا 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 سيبهم هم كده لأنه تزرع في دماغه من صغره إنه هو ده اللي مزبوط وبعدين تزرع في دماغه وإنه ربنا هو اللي خلقه كده أو إن أنا جيناد بتاعتي كده ربنا عايزني أو ربنا يعني مش عايزني أنا جيناد بتاعتي كده وأنا عايزة عايش كده دي ما تضيقش حد أنا أنا بدور حد فيها بدورش حد طب على هذا المثال شمانة بتعاقل بتاع المخدرات طب هم بيدورش حد هو بيدور نفسه ياخدوا المخدرات لنفسه خلاص شمانة بتحارب أن ياخدوا المخدرات لنفسه ومش بتحارب اللي ماشي كده ما أنت هيبقى في قوانين صاحة هي مش صاحة ولا غلط اشمعنا بتمسك بتاع المخدرات وتقوله واشمعنا ده سايبهم ما بتقولوش تقول لي ما هو ده بيقولك أنا ما بدورش غير نفسي طب ما التاني برضو بيقولك أنا ما بدورش غير نفسي ما أنت لو مشيت على هذا المبدأ هندخل في حاجات لا تمتاهي مملؤين من كل اسم وإيه ما زينا بيتفننوا بقى في الشر ده بصلا الميديا دلوقتي تفننت في الشر تفرق دلوقتي الناس بقت سعرانة سامحوني في التعبير يعني عشان الفلوس فبيعملوا أي تيك توك وحاجات فظيعة لمجرد أنهم بياخدوا فلوس ده انتوا لو شفتوا الولاد سحاب ولادكو في المدارس بيعملوا حاجات غريبة جدا وانت لو بنت مثلا عندنا تصورت ولا حطت سوريتها الأم تقول لها لا ده غلط وده مش صح ومتعمليش كده واحدة صاحبتها التانية بتعمل حاجات لها طليق خالص قدام الميت وتقول لها ده أنا جبت لايكات قد كده وجبت عملت حاجات قد كده مملؤين من كل اسم وزنة مش بتوصل كده بس اسم يعني خطيئة والزنة النجاسة بيزيدوا فيها أكتر شر شر يعني ايه بيئز غيره كمان وطمع يعني كل واحد بيطمع في اللي في ايد غيره خبس دهاء وخبس مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا بيوريهم ان العالم يعني المسيح وصل لإيه يعني عبدوا المخلوق دون الخالق ويمشوا في الخطايا النجاسة والقرف ومملؤين كمان بقى من كل البلاوي دي الزنة والشر والطمع والخبس بيحسدوا بعض ويقتلوا بعض ويخصموا ومكروا وسوء نمامين عارفين يعني ايه النمام؟ تكلموا على بعض كتير قوي مفترين يعني بيقولوا كلام ما حصلش على بعض مبغضين لله مش عايزين ربنا طلعوا الملحدين قالوا ابانا اللازي في السماوات بيترياءوا على ابانا اللازي وقالك ابانا اللازي في السماوات ابقى فيه نحن هنا ايه نعيش على الارض براحتنا ما تدخلش في حياتنا مبغضين لله سالبين عارفين يعني ايه ثالبين؟ بياخدوا حاجات مش بتاعتهم بيبتدوا بيبتدوا يدخلوا على يشتهوا زوجات وازواق بعضهم ويخشوا يسرقوا من بعضهم الشر بقى الشيطان بيتفنن في ان يظهر الشر مدعين مبتدعين شرورا يعني بيقلفوا شر زيادة غير طائعين للوالدين لا بيسمعوش كلام الوالدين خالص على فكرة دي دي سمة الايام الاخيرة بلا فهم يعني كأن مخوم تقفل يعني لما تفكر برا تقول هي الناس دي ما بتفكرش اه ما بيفكروش ما ربنا سابهم لغباءهم فهم ما مشوا كده بلا فهم ولا عهد يعني ايه ولا عهد ما 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 عهدكش على حاجة ويعني مش هقول ويقول لقت اتفاق بيننا ويخونوا ولا حنو يعني احنا هو مش قلبهم مش حنيه يشوفوا الدم والقتل والبتاع ما فيش اي حاجة ايه يعني عادي يعني يموتوا يحصل لهم اللي حصلوا هل شايفين دلوقتي تفرجوا على الاطفال بيتقيتلوا لك عادي المشكلة ولا رضا يعني ايه ولا رضا يعني مش مبسطين من اي حاجة ما هو اللي بيوصل للمراحل دي خلاص في حاجة خالص بصطف الدنيا ولا رحمة ما عندوش رحمة خالص اخر حاجة بقى الذين اذ عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستجوبون الموت يعني عارفين ان الخطايا دي عقوبتها الموت ودي بولوس الرسول اتكلم اهو تقول لي طب والغلبان اللي بيقع في الخطيئة دي غزمن عنه ويتوب لا الكنيسة بتوقف جنبه وتسنده ونفضل ندي له تدريب ونقف جنبه ونقول له ابعد عن الخطيئة دي ونحط له تدريب معينة لغاية لما يبتدي يتصالح مع الجنس بتاعه ويبتدي يقرب حط له محاذير معينة لغاية بعد كده بيبقى كويس وفيه منهم يتجوزوا وفيه منهم نجحوا في زيجاتهم لانه خرج من المشكلة النفسية اللي هو كان فيها يعني هي المشكلة اصلا مش جسدية المشكلة اصلا نفسية دلوقتي بقى الشر زاد بقى في البيو سيكشول اللي هو بقى ايه يمشي مع ده ومع ده ده شوية وده شوية يعني حسب ما هو عايز بقى تقول لي طب ده مشكلته ايه بقى هقول لك مبتدعين الشر زي ما قال بولوس ما هو بقى فرصة امشي بقى زي اللي أنا عايزه الذين يزعرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط يعني هم عرفوا ان ربنا بيقول ان ده غلط وان انهايته موت بولوس بيقولك مش بيعملوها بس بل يصرون بالذين يعملون يعني ايه بيجيبوا ناس تاني عشان ايه انتوا معي ناس تاني عشان يوقعوهم معي تحكوا عليهم معين عارفين ان ده غلط وعارفين ان ربنا بيقول حكم ده الموت بيقولك لا يفعلونها فقط يعني مش كيفان انهم بيعملوها يصرون ايضا يفرحوا ايضا ان يجيبوا ناس تانية ايه معاهم قالوا قالوا نفسيا كده يعني قالوا ليه الناس اللي ماشية في السكة دي بتحب تجيب ناس تانية معها نفسيا يعني طبعا تقولوا سيرسول بتكلم هو يعني واضحة ان هي فعلا بتحصل قالوا بقى نفسيا ليه قالوا لانهم في عمقهم من جوه حاسين ان ده وحش فهم عايزين يثبتوا لنفسهم ده انا مش وحش ده كل الناس وحشة كمان هي مش انا واحدي اهو ده معايا وده معايا وده معايا وده معايا عشان كده بينشر الشر عشان يخضر ضميره يا احد حقن التخدير كده ان ايه اسكت كلهم وحشين يا حبيبي مش انت بس فضميره ما يبقاش يوجاعه كتير عشان كده تلاقي اللي بياخد مخدرات عايز غير وياخد مخدرات معي وتقول طب طب تضيع الواد ليه يقول لك انا هبقى واحد يعني هاي هعمل ايه اجيبهم معايا في في نكتة تقول لك نكتة اه هقول لك نكتة ماشية مع الحتة دي جات في زهدني دلوقتي يعني يقول لك في طيارة كانت طايرة والطيارة هتقع وكان فيها تلاتة فيها تلاتة واحد مش عايز اقول بقى عشان ما يزعلوش يعني ونقول واحد اسمه مثلا اكس من بلد معينة يعني واحد امريكاني واحد ايه استرالي مثلا فهم طايرين الطائرة هتقع فقعدت تترج فجالهم ايه ملاك قال لهم انا جاي انقذكم ففرحوا قوي قال لهم كل واحد فيك يطلب طلب واحد يا ايه? وانا هكتور قول عايزا. فسأل الامريكاني قال له عايز اطلب ايه? قال له ارجع امريكا ره رجع ورد Joan statale entity طلبك ايه? قال له اتنقذ وارجع استراليا رجع استراليا صاحبته الثالث بقى قال له انت طلبك ايه قال له ان انا هموتوا واحدة هاتلي الاثنين التانيين يموتوا معي الفجرة طب ما ترجع انت كمان. لا هو شايف ان انا ما موتش واحد هاتهم يموتوا معي انا مش هموت واحد هذا المبدأ بالضبط اللي بيحصل تلاقي اللي عايش في الشر عايز كل النظر بيحصل في علم النفس حاجة اسمها اسقاط يقول لك ان الانسان الوحش دايما بيشوف الناس كلها فيها اللي هو جواه يعني مثلا واحد بيكره مثلا يقول لك شايف فلان ده قلبه وحش وفلان ده قلبه وحش بيسقط على الناس المشكلة اللي جواه وقالوا عشان هو حاسس بنخص الضمير فهو عايز يقول ان الناس كلها كده فبيرمي يسموها الحية للاشعورية بتاع فرويد بتاع علم النفس قالوا كده الحية للاشعورية اللي هو الانسان بيسقط من ضمنها يعني كذا حاجة من ضمنها الاسقاط ده اللي هو بيقول للناس ان الحاجة الوحشة بيقولها على الاخرين تلاقوا العيل الصغير مثلا في تحصل بين العيال يجي لك يقول لك يا بابا فلان الفلاني بيعمل اخويا بيعمل كذا وكذا وكذا هو يكون بيعمل كده فاك احيانا عارفين كويس قوي انت فالتاني يقول لك انا مظلوم هو فعلا مظلوم لان التاني بيسقط عليه كل الحاجات اللي هو بيقولها فدي حاجة نفسية الذين يزعرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل ايضا يصرون بالذين يعملون وانتهى الاسحاح الاول على انه بيقول الامم كلهم بعدوا عن ربنا في الفساد والشر والنجاسة والقتل كأنه بيقول لهم يعني طب الحل ايه طب الحل ايه البشر دول انتشر فيهم الموت حكم عليهم حكم الموت وفسادة طبيعة طبيعتهم فسادة خالص طب يتصلحوا ازاي دول مفيش اجابة فاليهودي يقول لك يا سلام اشكر ربنا انا ايه يهودي وانا الهي حطني على عندي نموس وعندي انبياء وعندي هيكل وايوة الناس دول ما احنا عشان كده بنقول عليهم كلاب يعني لو في واحد يهودي ما اراش بقى لسه الصاحب تاني يقول ايه شايف عشان كده احنا بنصميهم كلاب عشان كده ما بنقربش منهم عشان كده ما بنلمسهم مش احنا مش كده مش معاهم احنا ما بنقبلش ان احنا عشان كده ما كانوش يدخلوا بيوت الامم دي ولا يسلموا عليهم ولا ياكلوا معاهم ولا يقربوا منهم تعارفين في مقابلة حصلت بين نيتانياهو بين رئيس الوزراء بتاع بريطانيا فرئيس الوزراء بتاع بريطانيا هندوزي فدخل التاني بيسلم انبارح بيسلم على نيتانياهو بقى بالحضن ونيتانياهو راح راجع لورا وعمله كده لان الديانة اليهودية تمنعه ان يحضن اي واحد من ديانة هندوسية لانه ينظر الى الهندوسي على انه اممي من الناس دي ولا يصافحوا بس السياسة يعني لها شوية حاجات بس طبعا قدام العخامات اليهودية طبعا كنوا يحضنوا دي 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 حاجة يعني بالنسبة لهم ما تنفعش خاطر نعم لا ما سلمش عمل رجع الورا كده وخلاص وعمل عمل ايد وكده حتى مم يعني يعني ممكن يسلم بالايد بس فكرة الحضن والتاني داخل بقى مفكر يعني الاحضان والقلات فراجع حتى كلهم بيقولوا التصرف ده كان نتيجة للعقيدة دي دي طبعا كن يكون فاهمها لكن يعني بصوا اليهود فكروا بقى ان ربنا اختارهم وربنا نقاهم وامم دول كلهم كلاب عشان كده قالوا المسيح قال الست الكنعانية لا يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب انتو بيقولوا عليكم كلاب قالت له اه كلاب وكلاب تأكل من الفوتات انا قاعدة ديني من الفوتات اللي يقع من عندك عشان كده بقول معلمنا يوحن يقول ايه وجاء الى خاصته وخاصته لم تقبلوا اما الذين قبلوا اللي هو الامم بقى اللي هو احنا اعطاهم سلطارا ان يصيروا اولاد الله بقى انا اسمنا اولاد الله وده الفداء بقى اللي هيقدموا المسيح اللي هيقدموا بولس ويشرحوا في الرسالة دي كلها رسالة جميلة قوي هتغير فكرك وانت بتتعامل مع ناس كتير وهتشوف الخلاص بصورة اوضح واقوى وليه المسيح جي وكان لازم يجي ليه كل الاجابات دي كلها نلاقيها في رسالة رميا ان شاء الله المسبوع جاي هوزع لكم مسابقة في رسالة رميا كلها هندهالكو سهلة خالص تشتغلوا فيها تحلوها وان شاء الله نعمل جوايز حلوة ونعمل توزيع هدايا كويسة ليها ان شاء الله مع بعضينا في قدام الشعب لما نخلصها بإذن الله لإلهنا كل مجد وكرامة من الان وإلى الابد امين تفضلوا نصلي مع بعض اشتركوا في القناة